كما ترون هنا أن هذا الموبايل لا يوجد تطبيق يوتيوب وإذا دخلت على حفظة جوجل بالشكل هذا ستجد تطبيق يوتيوب أيضا ولكن لو ذهبنا إلى الشاشة الرئيسية وضغطنا على هذا المكان سوف يفتح معنا تطبيق يوتيوب بالشكل هذا أجمع الطريقة ممكن أن تخفي بها أي تطبيق أو لعبة في موبايلك تابو ماي السلام عليكم إيه الأخبار وأهلا بكم في فيديو جديد من فترة كده كنا عملنا فيديو شورتس لطريقة سهلة وبسيطة تقدر من خلالها أنك تخفي أي تطبيق أو لعبة على موبايلك بكل سهولة ومن غير ما تستخدم أي تطبيقات وده كان طلب من بعض متابعين القناة ولكن للأسف بعض الناس اشتاكم للطريقة دي لأنه مش كل الموبايلات فيها الأوبشن ده زي ما أنتم عارفين الأوبو غير الواوي غير السامسونج وغير 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 وبما أن طلبات متابعين القناة أوامر بالنسبة لي جايب لك النهاردة أجمد طريقة تقدر تخفي بها أي تطبيق أو لعبة على موبايلك وأنا متأكد أنه لم يحدش قال لك عليها قبل كده والجميل في الطريقة دي إنه لو حد مسك موبايلك وقاعد يدور على التطبيق ده مئة سنة مش هيلاء التطبيق أبدا فلو مهتم بالطريقة دي وعاوز تعرف بتتعامل كيف كامل معي الفيديو ده للآخر وما تنساش تخبط اللايك المتين ولو أنت مشترك في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك لكي يوصلك كل الفيديوهات و بس كده يا سيدي يلا بينا نبدأ الفيديو يلا بينا يلا بينا ركز معي يا صديقي علشان تعمل الطريقة التي تكلمنا عليها في مقدمة الفيديو هتعملها من خلال تطبيق صغير و علشان تحمل التطبيق ده هتضغط على الرابط اللي موجود في أول تعليق في الفيديو ده هيدخلك على الموقع بتاعك العادة في المقالة دي هتلاقي شوية معلومات عن التطبيق ده و علشان ما تضيعش وقتك انزل لآخر المقالة دي على طول هتلاقي كلمة مكتوب عليها للحصول على التطبيق وتحتقى كلمة اضغط هنا اضغط على الكلمة دي هيدخلك على جوجل بلاي التطبيق ده اسمه transparent widget مساحته صغيرة جدا مش محصل تقريبا واحد ميجا وتقييمه اربعة من عشرة و يستخدمه حوالي مئة الف شخص فهندغط install او تثبيت علشان نثبت التطبيق بعد التثبيت ما يخلص مش هنفتح التطبيق زي كل مرة هنخرج من جوجل بلاي بالشكل ده و هنيجي في الشاشة الرئيسية بتاعة الموبايل و نضغط ضغطة مطولة بالشكل ده هتظهر معاك الوجهة دي و هتضغط منها على التطبيقات المصغرة و هتنزل لتحت شوية كده لغاية ما تلاقي تطبيق transparent widget هتضغط عليه بالشكل ده وبعد كده هتضغط عليه ضغطة مطولة بالشكل ده هيوديك على الشاشة الرئيسية في موبايلك هتيجي بقى في مكان معين كده انت تحدده بنفسك و تسيب ايدك بالشكل ده هيفتح معاك تطبيق transparent widget هتيجي عند الاختيار الاولاني ده اللي مكتوب عليه style و تضغط عليه و تضغط من هنا على invisible بعد كده هتيجي عند الاختيار التاني ده اللي مكتوب عليه open app و تضغط عليه هيفتحلك هنا كل التطبيقات اللي موجودة على موبايلك و هتختار التطبيق اللي انت عاوز تخفيه انا مثلا هخفي تطبيق اليوتيوب ف هضغط عليه بالشكل ده و بعد كده هضغط على كلمة add اللي موجودة هنا فاضل بقى خطوة صغيرة هي ممكن تكون مش مهمة بالنسبة لك ولكن الافضل انك تعملها انك تخفي التطبيق نفسه من نظام الموبايل طيب هنعملها ازاي هتضغط على الضبط او الاعدادات و هتيجي في السرشة او البحث وتكتب اخفاء التطبيقات هتظهرلك هنا بالشكل ده و هتضغط عليها وبعد كده هتضغط على اخفاء التطبيقات مرة تانية هتلاقي هنا كل التطبيقات اللي موجودة على موبايلك هتدور بقى على تطبيق اليوتيوب احنا زبطنا التطبيق والدنيا تمام و زي الفل دلوقتي بقى لو حد مسك موبايلك و دور على تطبيق اليوتيوب مش هلقيه خالص في الموبايل ولكن لو انت حبيت تفتح تطبيق اليوتيوب هتيجي في المكان الذي انت اخترته من التطبيق و مجرد تضغط عليه كده هيفتح معاك تطبيق اليوتيوب بالشكل ده وهي دي فكرة الفيديو بكل بساطة اتمنى يكون الفيديو عجبكم و باشكر كل حد شاهد الفيديو لغاية اللحظة و في النهاية سأقول لك لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير وأراك على خير سلام